منذ مئتين وستين للهجرة ينادي الإمام الحجة هل من طالب الثائر يطلبه معنا لم يجد أحدا ينادي لبيك يا قائم يبنى النبي محمد يبنى النبي محمد اللهم على كل من ظلم سيدتي فاطمة الزهراء وآباها طرفة عين وآساء إليها قتل جنينها بعد أن كسر ضلعها قتل جنينها وذبح أولادها وصادر إرثها وخلافتها وفجع علي بها وظلمها الله أكبر وأدمى قلب رسول الله بذلك الأمر الجلل اللهم عن كل من فتى بفتوته اللعين من الأولين والآخرين وكل من ساعد على ظلمها لعنة يستغيث منها أهل النار يا شديد القوة اللهم صلي على الحسن المجتبى والعن معاه يا ابن الطلقاء حصرة تظل بقلوبكم تقدرون تجيبون منادي وتحطون على أسوار دمشق يلا كل شي ممكن تقولون علي دجال وكذاب ومنافق وكل يقولون معد شكال وروحوا رتبوا منا ورتبوا منا بلكن طلعكم خرجية زينة أنا غير ماكم إن قلتوا أنتم غير ماكم لأنه ما تقدرون معدكم الشجاعة تكونون على رب وتدمشق وتحاربون عدو الله وعدوكم ولو أنتم وعدوكم أصدقائي ما عدكم فأكدوا سكتم اللهم صلي على الحسين أبا الشهداء أبا الإنسانية أبا الكرامة اللهم نلعن كل من ظلم واستباه حرمته وجيش جيشه ضده ونال منه بقي الحسين وانتهى يزيد وإرثت يزيد هذا الحسين اللهم صلي على علي بن الحسين أبو التكافل الاجتماعي أبو الرحمة أبو اليتامة والمساكين له حداجة كحداجة البعير من كثر ما يحمل ماء وشنو وأكل اليتامة احنا أول ما يصير وهو ما مسوي أحد الشيطان حطاه لأركان وسواه يحط إيده هيتي والناس الغنم يقدر يطلع بالليل الأخ أبو علي الدجال ويوزع الفقراء واليتامة الصير بيحك ويقل لك أنا مؤمن يا جماعة كل إحنا حرامية عن معلمي أحب أن أشير عليكم أن يوم ما يسمى بعيدكم وليس عيد عندي آخر رمضان وأول شوال سيكون بإذن الله يوم الاثنين واحد رح يقل لي أنت دجال شي لك علاقة بالأمور هاي القضية مركونة لأهل العلم أو يا كاني أنا دجال وقابل بس سؤال إذا طلع أول يوم الاثنين ماذا تقول لزكاة الفطرة هل يصح أن تعطيها يوم الثلاثاء وكان أول شوال يوم الاثنين صارت صدقة لا تدفع عن كمويتة السوء خسرت أول شي الثانية صمت عيدك فيلعنك الله واللاعنون هاي اثنين الثلاثة اتغيرت صلاة العيد عيد عندك يقول معلمي فإذن أنت ملعون في الدنيا والآخرة يلا دجال طب الله هاي شنو هاي شنو يا ناس يا أهل الغيرة يوم الثلاثاء عيد شو هاي ما تتغير شا ليش يزود عدنا تكملة عدة وتكملة بطيخ ليش شا وين العلم والعلم اللي تعرفونه والعلم وين وين نح نرجع إلى حتى ننبهكم احنا نرجع إلى وضعنا من هو الخالق حتى رجال الدين ورجال السياسة المتعمقين بالدين من تقل الله الله مو هو الخالق الله خلق محمد وعلي وفاطمة والحسن وحسين وبعد ما خلق شي لأنه نوره والبقية رسول الله يقول أنتم نحن صنيعة الله وأنتم صنائعنا هاي شي يقل لي يسأل الناس معلمي أنا حجيتها بحلقة ماضية ولكن الآن عدتها الآن اليوم يوم سبت وعندي لم يبقى إلا يوم الأحد من رمضان المبارك وأنا أشرح لكم محتاج منكم تفكرون حينما نقول أن يوم الاثنين حتى شنو يصح هدف أزكاة الفطرة خوش اجيت للفطرة يا باعلي الدجال أنا يقبل مني المرجع أجيب لزبيب لو تمر جاية لو حموس لو عدس يقبل لا يمكن إخراج الفطرة بعده خروج الشمس إشراقة الشمس صدقة بالية لازم تعطيها قبل من قبل أن تسقش وين تعطيها إذا هو الأخ ما يصلي صلاة الصبح هو صلاة أصلا ما يصليها أو صلاة الصبح بالعشرة يقضيها هاي شلون حتي سالفة مين سالفة أبو راجح هذا عرف شلون إن شاء الله يكون راجح لأن المومو بصر مرهب المومو بصر يصور كل الناس عميان مثله نعم مشكلة هاي القضية الناس ما تعرفها يقل لي كان الصبح الطيهة الصبح أصبح صادقة وغير فطرة شو بنسوي نعطيها إلى إنسان نؤمنها إلى إنسان خوش أنت هاي تأمنها عده عد هذا الخوش عدمي تقل له عمي هاي أمانة عندك والآن تليفونات موجودة وشغالة هاي أمانة عندك هاي الأمانة من قل لك أنا خابرك الصبح أقل لك اطيها تطيها تطيها تخابرك قل له هاي الأمانة إليك من عندي وما تخج لو لا تمنع ليه أو تطي جزء منها لفلان هذا في مسكين بس ما تطلحها والشمس طالها انتهت ما صارت فطرة ما أعلمونا هي شي يضحكون علينا حاطين صناديج بالشارع أو تمشي تحط الفطرة بالشارع كيف أحطها بالشارع وآن الفطرة لازم تخرج يوم العيد غير أنا خرجها قبل العيد بيوم وأم منها عد واحد حتى أحفظها كفطرة ما أعلمونا لأن أهم شي تحطوا الصندوق يكذبوا كلاشة أكلبوا تازمة ما أعلمونا هم ما محتاجين دين هم محتاجين طين لذلك أخوان كل هذه أمر الإمام المهدي ومبروك عليكم عيدكم أنا ما أعيد أقول لكم عظم الله لكم الأجر في استشهاد علي بن عبي طالب اذكروا مصائب أهل البيت هل مر عليهم عيد ولبسوا ما تلبس الناس أم كل عيد فيهم حزن وبكاء وأني هذا يوم علينا أن نعرف هل نحن مع الدين أم مع من أم مع الشياطين يقينا الأمر جلل فعلموكم والناس الأكبار بالدين إذا ما تقل لأيامك سعيدة إن شاء الله أيامك تعيسة عرشتون ما يذكر علي بن عبي طالب وهامته التي لا زالت تنزف أهم شي تقل لأيامك سعيدة ويشوف عدد الغنم مش قد عده ولذلك حينما يرى هذا العدد الهائل من الغنم يقول لقد ضللتهم وأنا مأمور بهذه الضلالة ونجحت فأزحتهم وحيتهم عن بابا محمد دكتور السؤال الأهم في هذه الحلقة كيف يكون للفطر عيد وأمير المؤمنين شهيد المولاد قل لي آني آني من الزمان كنت ما أسلم على أبوي وأمي وتلعن بي الناس أقلوا معمي ما عمس تنتبت شي الآن أسلم عليكم ما أسلم ولا فعل الله ولا فعلك أنت تفول لنا أم ما أفول ياه الأحسن علي بن عبي طالب لو أنتو رجل علي بن عبي طالب حذاء علي بن عبي طالب تسواكم وتسواكم مليون مرة يتضل البوكسات ويكتلوني وأسكت تعرفوا لي أش في المؤان اللي قال لي ما أقدر أقلكم من هو اللي قال لي أوعى أوعى يجي زينب شي تقول زينب اسمع شي يقول معلمي مو يقول قوموا يزينب والحيد الزلم تتشيله ادعي لبييش بل شان الله يسلم ادعيه له اجاك الحيد سابح بدمه وفاقد الحيله صاحة بعال الصوت ثوب الحزن يرفض بعد تبديله خوش مو هاي زينب ما تستحون منها دكتور تقيبا على ما قلت في حلقة سابقة ما هي عاقبة من صام يوم عيده يقول لعن الله أمة أفطرت صيامها وصامت عيدها عن رسول الله حديد خوش اذا الناس لان الان فقدت الرحمة شايف لك العراق 30 يوم و30 عاصفة هذا شي دل لليا ناس هم صلعت وصلعت الخوف مححد هم أذنت الجوامع مححد شكرا لك دكتور سؤال أيضا البعض من الناس يستخدم الحيلة الشرعية ويسافر في يوم العيد لعدم اطمئنانه بأصحية هذا اليوم لطالما المكلف لا يطمئن لمرجعه فلماذا يقلده وهل تصح الحيلة الشرعية في يوم العيد ايه طبعا خوش الفطرة شلون يتفحها اذا تحايل على الله الفطرة شلون يتفحها يقينا نعم دجالة يومية طال عينة بلتيقة خوش انا سافرت وافطرت ادفع الفطرة لو ثاني يوم ادفعها اذا ادفعت الفطرة فانت يعني لازم مفطر واذا ما دفعته لازم تكون صايم شلون عد انتوا دارسين استغفر الله يا ربي اريد اجيب لكم واحد مثل عبد الزهرة القرعة وبس هالمرة يبي اعطى ماطة تقبلون بي تقبلون بي تقبلون بي تقبلون بي انتوا البلاء المغرم اللي الزمنا المصائب كلها منذ غيبة منذ غيبة وعلي ابن ابي طالب عنا لحد الزهرة مغيبة الحسين لان الامام الحجة لم يغب عنا ولذلك احنا محتاجين عقل اذا انا مشيت سافرت الان شو هو السفر سيارة مبردة الطيارة عربي شون هذا القرآن متجدد لو جامد اذا جامد مو هذا القرآن العرفة لازم يطلع رسول الله يعني يقلك رسول الله كان يحمل اجيب هاي الرواية يحمله درعين درع الدرع واحد من اتين يوصل الى رجليا رسول الله لجوه رسول الله طويل القامة اذا لبسه احدا غيره يقول يعبيه سئله قال له لهذا الدرع المن طبعا درع نووي مو درع قال لهم هذا الدرع الى ولدية المهدي لحش طولة الامام المهدي طولة الامام المهدي اللي اذا لبس درعه رسول الله كان يحتفظ به رسول الله درعين عنده درع يلبسه في الحرب ودرع يقول هذا الى ولدية المهدي كل ما يلبسون اهل البيت يوصل الى حد رجليهم لجوه يعني الامام المهدي يشبه العباس نسخة طبق الاصل ويشبه موسى والعباس نسخة طبق الاصل يعني لو خرج العباس والامام المهدي معا لقال الناس لا نفرق بين هذا وهذا حينما يركب على فرسه الامام المهدي تخط رجليه في الارض ما يقدر يثنيه تخط رجليه بالقاعد ما اريد اسؤال لكم بعض شي كبير لان خاف الناس تاخذني في غير محمل ويطلع لك واحد مدعبا يقلهم انا الامام المهدي مثل وعلي الدجال يعني وصلنا الى نهاية الحلقة ماذا تحب ان توصي المشاهدين حينما يأتيكم الزلزال والله يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء عندهم الكتاب ستقولون ان هذا الدجال كان يتجسس على الله وانا اقول لكم ان الامام ليس الله كل شيء بيده اما الله فهو مشرف على كل ما يحدث لان الوكالة التكوينية عند الامام فلا يحتاج الا الله انا اقول لكم انكم تقرؤون الدين ليس مثل ما اقرأ فعليكم ان تقرؤونه حتى تنجون بانفسكم شكرا الىك دكتور والشكر موصول